الخبر الأهم النهاردة أن الحمد لله كده مشاركة الصفقات الجديدة للنادي الأهلي من بداية اللقاء من أول طبعا مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي والفايز من البطل بروندي أعتقد أن الاتحاد المنستيري فريق قوي جدا فريق يعني مش هقول قوي جدا بس فريق لازم نحترمه كان هياخد الدور التونسي كان هو اللي بيونافس إحنا معنا حتى الترتيب بتاع الاتحاد المنستيري يمكن التراجي التونسي هو الأول برصيد أربعة هم الأول الدوري هناك كان مجموعتين السنة اللي فاتت بعد كده في الست الأندية اللي هم وصلوا المرحلة النهائية هو أخذ المركز التاني بفارق النقطتين على التراجي التونسي التراجي كان الأول برصيد أربعة وعشرين نقطة والاتحاد المنستيري كان التاني برصيد أثنين وعشرين نقطة أعتقد أنه هو فريق قوي يعني فريق لازم نحترمه كان مسيكهم فوز البنزيرتي اللي هو المدرب الشهير طبعا وبعد كده سابهم ومسيكهم دلوقتي داركنوفيتش اللي هو المدرب السربي اللي كان ماسك وفاقس طيف هذا الترتيب قدامنا للتحاد المنستيري في المركز التاني دلوقتي فتعتبر أنا شايف أن القرع بالنسبة لنا في السنة اللي فاتت كان بينافس كان بينافس أهو بينافس على الدوري التونسي يعتبر دي أوه بس هو طبعا فرق الخبرات كبير لصالح النادي الأهلي هم أول مرة في تاريخهم يوصلوا دوري أبطال أفريقيا ولكن علينا احترامه أن القرع السنة دي تعتبر شايفها قرع صعبة بالنسبة لنا مش هنقابل فريق سهل لا احنا هنقابل فريق وعمل صفقات محترمة جدا يعني حتى لو استعرضنا كمان الصفقات